بداية تحتفل جزائر غدا بالذكرى السابعة والخمسين لعيد النصر التاسع عشر مارس اثنين وستين المحطة الهامة والمنعرج الحاسم في تاريخ الثورة التحريرية تاريخ وقف اطلاق النار والاعتراف بالجزائر دولة مستقلة وبالمناسبة وجه رئيس الجمهورية السيد عبدالعزيز ابو تفليق رسالة إلى الأمة جاء فيها نحتفي اليوم بعيد النصر عيد أطلق عليه شعبنا تسمية وحقيق بها اذ كان يوم التاسع عشر مارس الف وتسعمائة واثنين وستين يوم انتصارنا حسا ومعنا على الاستعمار حين ادعنا واعترف بحقنا الشرعي في الاستقلال والسيادة وضف رئيس الجمهورية الترحم بخشوع واجلال على اروح شهدائنا الامجاد كما اتوجه بتحية اخوية حرة إلى من بقي على قيد الحياة من المجاهدين والمجاهدات ان بلادنا يشير رئيس الجمهورية مقبلة على تغيير نظام حكمها وتجديد منهجها السياسي والاقتصادي والاجتماعي على يد الندوة الوطنية الجامعة التي ستعقد في القريب العاجل بمشاركة جميع اطياف الشعب الجزائري ان مهمة هذه الندوة مهمة حساسة لانها التي ستتخذ القرارات الحاسمة الكفيلة باحداث القفزة النوعية التي يطالب بها شعبنا وخاصة اجيالنا الشابة القفزة التي ستتجسد من خلال تعديل دستوري شامل وعميق سيبث فيه الشعب عن طريق الاستفتاء تعديل يكون منطلقا لمصار انتخابي جديد مبتداه الانتخاب الرئاسي الذي سيأتي البلاد برئيسها الجديدة وسيخول للندوة الوطنية الجامعة يؤكد السيد الرئيس ان تتداول بكل حرية حول المستقبل الاقتصادي والاجتماعي للبلاد مستقبل مثقل بالتحديات في هذا المجال مستقبل في حاجة حقا الى اجماع وطني حول الهدف والحلول لبلوغ تنمية اقتصادية قوية وتنافسية تنمية تضمن الاستمرار في نمطنا الاجتماعي المبني على العدالة وتضامن ان هذا النهج يضف رئيس الجمهورية سيسهم لا محالة في تحرير الجزائر من التبعية للمحروقات ومن تذبذب السوق العالمي لهذه الثروة كما ان تعزيز بلادنا اقتصاديا واجتماعيا سيجعلها تقوى اكثر فاكثر على الحفاظ على سلامة طرابها وامنها في محيط مباشر ملتهب وفي عالم مثقل بمخاطر الازمات المتعددة الاشكال رئيس الجمهورية اكد قائلا صحيح ان للجزائر جيشا وطنيا شعبيا سلل جيش التحرير الوطني جيشا يتميز بالاحترافية العالية وبروح التضحيات المثالية الا ان امن البلاد واستقرارها في حاجة كذلك الى شعب يرقى الى مستوى تطلعاته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ويحرص على استجماع ما يسند به ويعزز ما يبذله جيشنا حاليا في سبيل حماية الجزائر من المخاطر الخارجية لكي يتمتعه بالعيش في كنف الاستقرار والسكينة ذلك هو المستقبل الذي يكون بعون الله افضل عرفان تقدمه بلادنا لشهدائها الامجاد ولمجاهديها الاشاوس تلكم هي كذلك يختم السيد الرئيس الغاية التي عاهدتكم ان اكرس لها اخر ما اختم به مصر رئاسي الى جانبكم وفي خدمتكم لكي تشهد الجزائر عما قريب نقلة سلسة في تنظيمها وتسليم زمام قيادتها الى جيل جديد لكي تستمر مسيرتنا الوطنية نحو مزيد من التقدم والرقي في ظل سيادة والحرية عاشت الجزائر المجد والخلود لشهدائنا الابرار